في مستقبل صامد حيث الدنيء تيموم حضر الموسيقى بجميع أنواعها لكن هناك بيانو وبعض أصدقائله يقاومون هذا الحضر وهذا البيانو يدعى أسكار اسحبوا غير مقول إنه سؤالتكم على آلان البحث أنت هالات موسيقية غير قانونية لن تفلت مني أوه لا أركضه لن ينتهي الأمر هكذا نفت طاغية تيموم خان كل ما يتعلق بالموسيقى لكن بعض الشجعان يقاومون لنقل الرسالة الموسيقية وإنلاقها إلى الناس إعلانات كتبت باللغة الفينقية القديمة لتضمير تيموم وشلته تعلن عن إقامة حفل الموسيقى لإسقار وفنق وفي المترودوم الذي يقع تماما تحت مغزن السيد معقوف تقوم الفرقة بتصحيح آخر نواطس جدوال الحفل اسم الموجة دي الصوتية هذا نغم مرهف بالفعل يا أنيق هادئ تماما كالذي كان يفكر به باتهوفن آسف يا أذكار لا أدري ما حصل حسنا لا بأس سوف نعيد إنها اللغة الفينية القديمة لكن لا تقلق سوف يترجمها لنا هذا الفيني العجوز على الفور اخبط عليه ما هو المكتوب مكتوب مكتوب إذن المكتوب لا أدري لا أستطيع أن أقرأها هذا مكتوب ما هو المكتوب حسنا فهم سين 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 سوف يقام حفل الموسيقي أجل لا في السوق الكبير أجل لفقة أوسكار الموسيقية كنت لك إن هؤلاء الموسيقيين الخبثاء يحضرون لأمر ما أوه ممتاز رائع انتبهوا في غاية الرقة أريق ما بيش لو كنت أهلا ولا أحمدك يا أوسكار ربما سيطر علي بعض أهل المريخ أنا لا أرأي تغيير هكذا إذن هذا الوغيد أوسكار يظل أنه يستطيع أن يقيم حفلاً موسيقياً هذا ما سوف نراه ليس كذلك نونو تيمور أريد أن يقفل السوق الكبير ولا تهمني الوسائل ولا الطرق التي سوف تلجأوا إليها كل ما أريده هو إلغاء الحفل الموسيقي أجل 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 إنه يعبر عن سروره أهلاً بكم هل انتهيتم من نصق الإعلانات؟ كنا نتمنى ذلك لكن تيمور قد لاحظنا ونخشى أنه قد تشف مخططنا أنا أتساءل الآن إذا كشف عن مكان حفلتنا الموسيقي؟ ما رأيكم لو قصد أحدكم السوق الكبير بأسرع وقت واستقصى الأمر؟ أنا على حق جدي سأذهب لا لا لم أكن أقصدك أنت يا رجاء أهلاً قد اكتشفوا المكان علينا أن نجد مكاناً آخر؟ لن نستطيع أن نعيد الموسيقى إلى بينا الجديدة؟ حسناً فإذاً يرش عليك أن تحذري أوسكار؟ أوسكار، لقد سدوا مداخل السوق الكبير وهكذا ألغي الحفل، علينا أن نجد حلاً آخر؟ صديق عميق يعاني من مشاكل غريبة، إنه يعزف مقطوعة الموسيقية اسمها شاب يقود الفرقة الموسيقية وهو العازف الوحيد في الواقع، لا أعرف ما يحصل لي، لست أنا العازف أجل، فهمت، فهمت الآن ماذا يحل بك؟ فعلاً؟ أجل، بالطوبة انظر إليه أوسكار، ألا يتكرك بشيء ما؟ نعم، بالقالب الخشبي أنت على حق، والجميع يعلم أن بإمكان القالب الخشبي أن يفض الغرض إذن؟ إذن أنيق سيتلقى بثلاً إذاعياً وسوف يساعدنا؟ آه؟ غير معقول، لكن من يقوم بالبعث؟ تتا، أقدم لكم الكاشف لموجات المذياع الصوفية موجات رائعة؟ إذا وفقنا فسيكون للموسيقى أنتظر، لدي شعوراً غريباً أنني أتلقى إشارة مهمة عندما نحترف مواد السفينة الحديمة، مع أنها تبدو مهجورة، ليس هناك سوى طريقة واحدة لنعرف ذلك، وهي الذهاب إلى السفينة والبحث في داخلها، إنه المكان المناسب لمذياع القراصنة، الجميع إلى فضح السفينة، تحرك يا جلة التنابل، هياً، يبدو بالفعل أنهم الذياعوا قراصنة، لكن مع وجود قراصنة حقيقية، هاي، مخادع في الميمنة، سنتصنى للهجوم يا رفاق، قادرني أيها القبطان، لا تنسى في نتك تذكروني ببيانو، ها، لا تهتم لنوع العجلة، أهجم عليهم، ليس منالك أقدم من خدعة لبيانو في الماء، وأنا لا أرى أي بيانو، أرسل المخادعين إلى قصر الماء، هاي غضر يا سيدي، أحسنتم يا نجاجاتي والآن حظموهم وقطعوهم إربا إربا أوقفوا إطلاق النار نحن معكم نحن فرقة أوسكار الموسيقية فرقة أوسكار الموسيقية؟ هذا ضريف أوه لا انتظروا ما قالته صحيح أنا أوسكار نحن الفرقة الموسيقية الخارجة عن القانون تماما مثلكم أنتم من جانب الحيطة والحذر وكي تثبتوا هويتكم لن أقول سوى أثبت ذلك أنتم مستعدون؟ لا أصدق حسنا فلنعزف طالما الموضوع حياة أموت لا أصدق أذني أستطيع أن أعرف عن هذا الصوت ولو كان محاضر بلجيج العالم كله إنهم هم أوسكار وفرقتهم الموسيقين أحسنكم أصعدوا إلى متن السفينة أخيرا أقتنع بكلامنا أصدق أموت أسكار الشهير على متن بغيرتي لا أصدق عيني زجاجيتين هذا من دواعي سروري أيها القبطان لقد سارعنا في العثور عليك وقد عثرنا عليك أخيرا ولكن بصدفة هاي هذه هي المشكلة فللجميع مديع لكن توقف الناس عن سماعه منذ أن أقفل تيموم جميع الإذاعات انتظروا لدي فكرة ما يجب أن نفعله هو تضخيم الموجات الإذاعية حينها جميع المحطات سوف تلتقط بسنا انظروا إلى هذا الجهاز بإمكاني وبكل سهولة أن أشغله جيدا هل ترون؟ تريدين القول تضخيم البدء أكثر؟ بواسطة هذا الجهاز الصغير يمكنك أن تغذب ينا بالموسيقى لدي أخبار سارة يا سيدي لقد سددنا جميع منافذ السوق الكبير يستحيل الدخول إليه وحفل أوسكار الموسيقي لن يتم ولا بأي شكل مدهش أنا سعيد لقد وقع أوسكار في الفخ من جديد كم أنا سعيد في الواقع أنا سعيد لدرجة يا صغار حتى أنني سوف أهدي نفسي جولة من الضحك مع نفسي سأسمع ضحكة التي سجلتها سابقا تنكى يبدو أنه قد جون بدوء يا دجاجاتي يبدأ البدء بعد خمس ثوان وأخيرا ليس لأسكار أي مكان يستطيع أن يعزف فيه ولا أي مكان على الإطلاق وأخيرا أستطيع أن أتمتع بالسكون موسيقى لكن ماذا يحدث موسيقى تباطقوا بكل مكان من المسؤول عن هذا العمل من المسؤول عن هذا العمل مهي صباح الخير جميعا كلا أنتم لا تحلمون أنتم بالفعل تستمعون إلى المديع إلى إذاعة القبطان أفأم والآن دعوني أقدم لكم ضيف خاص إنه نجم قديم في بيانا أوسكار لبيانو من غيره أوسكار كوكو يعشق الموسيقى هنا أوسكار آسف لعدم تقديم الحفل الموسيقي المقرر لكن لا تقلقوا فالمديع سيسمح للكثير من الناس بسماعنا وهذا إهداء لتيموب ها هاي إنه هذا البيان القذر من جديد تيمور تصرح أعزف يا نونو وهكذا ملأت موسيقى أوسكار وفرقته أجواء بيانا لكن تيمون لم يقل كلمته الأخيرة بعد إذ لتيمون دائما حيلة قديمة في جابته والآن يجب البحث عن الخنصر كي يجد وسيلة يوقف بها هؤلاء القراصر عن بثهم الإذاعي أين هذا العجوز؟ ما أنذا الخنصر مستشارك هنا لمصيحتك إنه دائما يختفي عندما يحتاج إليه أنا الخنصر مستشارك أمنعك من مفاجأة هكذا أيها الخنصر آسف أيها الجرام الصغير حسنا لا بأس المهم أنك أنت هنا أريدك أن تخترع آلة تكشف مصدر هذا الضجيش كي تسكتهم فأنا لا أستطيع أن أحتملهم ولو لدقيقة واحدة هيا إلى العمل أيها الخنصر إلى العمل حسنا لقد انتظرت بما فيه الكفاية ماذا لديك الآن؟ سيدي هذا آخر واحدة اختراعات العبقرية اللاقة الإذاعي إنه رائع فإذاً إنه بالتمام بإمكانه تحويل كل ما هو مربوط يا سيدي لكن ماذا يعني ذلك؟ سوف أقوم بتجربة بإمكاني تحويل تانكا ماذا؟ تانكا تحول إلى موزة موزير للاهتمام يجل إنه ألطف بكثير تانكا هيا تحول إلى دهن أبقري هذا ممتاز ما أصل الخط اختبط خط أعتقد أننا فهمنا الفكرة لا أصدق أذني يا للرقة والعذوبة اللتين نسمعهما في ديارنا هذا مدهش ويعود الفضل إلى أوسكار وفرقته والآن خطوطنا الهاتفية وضعت تحت تصرفكم إذا أردتم الحديث مع أوسكار شخصيا اتصلوا بنا هاتفيا أهلا الاتصال الأول أجل أنا الطاغية معكم على الهاتف الطاغية تيمون خان لا يوجد سوى قرصان واحد في المدينة وعندما أقبض عليك سوف تقوم بنزعة طويلة ومنعشة سوف تفرح قلبك أما الآن فإلى اللقاء ونهارا سعيدا والآن حولي هذا المكان إلى نموذج يحتوي على أربعة أمثنا أية هلالة الصغيرة حولين إلى كاشف لبوجات مدياع القراصل أية هلالة الصغيرة حولين إلى جهاز طائر قابل للعمل تحت الماء لا أرى شيئا في الأفضل إنني أرى سفينة لا إنها غواصة وهي أدية نحونا الجميع إلى فضحة سفينة تحركوا أي دول دجاجات المريضة قطفوا تربيد الأول ها شلة بحارة لخبرة لهم من الواضح أنهم لم يعرفوني من قبل قطفوا تحركوا أيها هيا عوّل إلى قرش عوّل إلى قرش صلوا المذكات وجهزوا مكفرات الصوت حالاً حالاً ولكن مكبرات الصوت هذا ليس الوقت المناسب لتنظيم حفل موسيقي هذا ليس أي حفل موسيقي الأداء الذي سوف نقدمه لصديقنا لن ينساه أبداً أيها الرفاق حان الوقت لإخراج السلاح النهائي دقات الأعماق المميتة إذا كان الأمر يتعلق بالدقات فيمكنك الاعتماد عليه هذه المرة يا تيمور دمرهم أريد أن أرى هذا المركب في أعماق البحار هيا حسناً يا صاحب المكعب سأحدد الإقاع واحد اثنان ثلاثة هيا مرحباً تباً 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 هذا كثير هذا ليس لما لا تباً اثنان كنت الى لقاء ايها القبطان وتابع عملك اطمئن يا صغيري سأتابع وعد الينا قريبا نحن بحاجة ماسة الى مساعدتك لمحاربة تيمون خان اها الطاغية الكبير اعتقد انكم لن تشاهدوه قبل فترة طويلة هيا انطلق ماذا تنتظر انتنا تبعد سوى ستين كيلومترا عن الفيين الجديدة اجل يا سيدي تذكر جيدا اذا لم تأتوا الى نجدتي فسوف تنحرفان عن الاتجاه الصحيح اجل سيدي وليقع المقدر